السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة الفيديو ببساطة ومرحبا بكم في فيديو جديد اذا بزاف ديلت لم تكن سؤولوا على المعيد الرسمي على النتائج الدورة الأولى لبنسبة للكوليجو الليسيو الابتدائي فوزارة حددت أصلا في بلاغ سابق حددت التواريخ للمعيد إعلان النتائج كما تلاحظون بالنسبة للتعليم الابتدائي فأخر الفورو يدون بين 24 و 26 يناير المسك النقاط يكون بين 25 و 31 استصدار بيانات النقاط عبر منظومة مصار ابتداء من 4 فبراير وتوزيعوا على التلميذ والتلاميذ قبل بداية عطلة منتصف السنة الدراسي بمعنى أنه دخلوا المصار ابتداء من 4 فبراير تلقوا النقاط لبلتان وإذا تريدهم المؤسسة سيتم توزيعوا على التلميذ قبل بداية عطلة منتصف السنة الدراسي بمعنى أنه قبل إما الجمع أو السبت نفس الشيء بالنسبة للتعليم تناوي الإعداد نفس التواريخ تقريباً لا يحتاج إلى تغييرهم ابتداء من 4 فبراير لا يحتاج إلى 5 ابتداء من 4 فبراير وتوزيعهم سيتم قبل بداية عطلة منتصف السنة الدراسي على حسب مؤسستي إذا كان هناك بلتان سيعطوا إما نهار الجمع أو نهار السبت كأحد أقصى لما ذكرت الوزارة في هذا البلغ بالنسبة للتناوي نفس الشيء غير الفروض باقي عندهم بين 28 حتى 30 فبراير يعني باقي عندهم هذا أسبوع الجاي في هم الفروض أما بالنسبة للنقاط حتى وما يكون عندهم ابتداء من 4 فبراير سيتم توزيعها أيضاً قبل بداية عطلة منتصف السنة الدراسية وهذا يعني أنه جميع المستويات يأخذوا النقاط ديالهم في الدورة الأولى الدورة الثانية غير يبدأ ويبدأوا مباشرة في الدورة الثانية يعني عارفوا النقطة ديالهم ديال الدورة الأولى إذن هذا الشيء الذي كان في هذا الفيديو اوضحت لكم الموعد ديال الإعلان على نتائج أتمنى لكم التوفيق وتحصلوا على نقطة جيدة وتفرحوا والدكم وإن شاء الله يحتل لي ما قدرش أنه توفق في الدورة الأولى في الدورة الثانية ممكن أنه يعود النقص اللي كان عنده إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة